في الدورة القادمة تم تطبيق هذه اللائحة على الأستاذ عمر عبدالحق رئيس نادي النصر واستبعد من نادي النصر ومن انتخاباته والنادي الأهلي طعن هناك يوم 28 محكمة القضاء الإداري ستصدر حكمها إذا كان الحكم بالإجاب أو بالسلم في الحالتين هيبه فيه طعن من الطرف اللي صدر الحكم في غير صالح يعني لو صدر حكم القضاء الإداري بإلغاء اللائحة أوتوماتيك المجلس القومي هيطعن أمام الإدارية العليا بيعتبرن هذه اللائحة هي لائحة والعكس إذا حصل العكس وأيد اللائحة النادي الأهلي هيطعن أمام الإدارية العليا بيعتبرن هو صاحب المصلحة في إلغاء بند التمن سنوات أما مسألة الطعن اللي هما بيقولوا بيدرس يطعن أنا بقول لحضراتكم من دلوقتي وأنا عارف كواسقاوي أنا بقول إيه لا جدوى إطلاقا من الدعوة التي ستقدم ضد المجلس القومي للرياضة لعدم أخذه بتوصيات الجماعية العمومية للنادي الأهلي توصيات الجماعية العمومية للنادي الأهلي تبقى ملزمة للنادي الأهلي بس بس وإلا أي نادي يعمل جماعية عمومية وجماعية العمومية تعمل قرارات تمشي على نادي الصيد وتمشي على نادي الزمالك وتمشي بالمنطق قصة القانون منطق القانون منطق عشان كده الخبر طالع ايه يدرس وانا بقول لحضراتكم هم عندهم قانونيين كبار جدا وبالتالي مش هيحطوا نفسهم اتصور في دائرة خسارة قضية واضحة وضوح الشمس ولكن يبقى الموضوع الاهم والاقوى هو طعنهم على اللائحة نفسها وهذا امر مشروع للنادي الاهلي ويبقى القضاء هيقول كلمته في هذا الامر الحقيقة الموضوع الثاني هو موضوع